بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم عزيزي المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب يتجدد معكم الموعد وحديث جديد وساخن جدا عن اهم المستجدات الرياضية في الساحة المصرية والعربية والافريقية بل والعالمية متابعي قناة العلامي عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا اهلا ومرحبا بكم معكم احمد السيد وحديث لا يخلو من الصراحة هنتكلم في امور عديدة جدا وهنتكلم على لقب جديد للنادي الاهلي هنتكلم عن موقف اجايي من مباراة الاهلي القادمة النارية مع الاسماعيلي هنتكلم ايضا عن الحريق الذي حدث في مقر النادي الاهلي بالجزيرة ورد فعل كابتن محمود الخطيب هنتكلم عن رحيل لسارتي ورحيل اجايي وما يدار داخل النادي الاهلي في هذا الشأن والعديد من الامور الهامة تابعونا دايما ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين نبتدي منين الحكاية ونتكلم فيه الاول نبدأ بالحدث الاهم وهو الحريق الذي حدث في مقر النادي الاهلي بالجزيرة بالتحديد خلف ملعب مختار التش وخلف غرف خلع الملابس بيه النادي الاهلي ماس كهربائي بسيط وبعض المخلفات حدثت حريق ولكن سرعان ما تم السيطرة عليه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة وده يحسب لوجود أجهزة الإطفاء ووجود الأدوات المناسبة التي ساعدت على عدم استمرار الحريق لأكتر من دقائق وبالتالي كان هناك يعني رد فعل مناسب رد فعل مناسب وهنا بصراحة يجب شكر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على جهزية مقر فرع الجزيرة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف أي حرائق ولكن يبقى السؤال ليه من الأول كان فيه حاجة زاكدة كابتن محمود الخطيب فار وغضب من هذا الشأن وطلب بفتح تحقيق عاجل علشان يعرف أسباب الحريق إيه وده طبيعي جدا حدث مشكلة لازم يعرف أسباب المشكلة لأنه مش معقول يكون فيه حريق داخل مقر نادي حتى ولو بسيط يعرف سبب العطل إيه سبب المسكة كهربائي إيه سبب المخلفات إيه ويتم حل هذه المشكلة كعادة الكابتن محمود الخطيب منعا لتقرار هذه الأزمة منعا لتقرار هذه الأزمة ما فيش أي خسائر الحمد لله الموضوع بسيط جدا وتم السيطرة عليه نهائيا بقول لحضراتكم لم يستمر لأكثر من دقيق وتم إخماده البعض هول شوية من الحريق وقال إنه امتد الملعب مختار التيتش وإنه كان فيه مران وإنه وإنه فيش الكلام ده تماما لإنه كان قبل المران أصلا ولكن يعني ربما يسعد دائما البعض ليحطوا التوابل كده شوية على بعض الأخبار ولكن الكابتن محمود الخطيب طلب فتح تحقيق عاجل في هذا الملف وسنوفي حضراتكم بكل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع لكن هو من المجمل كده واضح إنه ماس كهربائي مع بعض المخلفات اللي كانت موجودة عملت حريق بسيط تم إخمادها على طول على الفور والأهل الحمد لله إن فيها جهزة إطفاء وإنه زي ما بقول لحضراتكم البنية التحتية دي موجودة وكويسة جدا وبالتالي دي تحية للمدير التنفيذ للنادي لالي وجميع القوامين على هذا الأمر زي برضو مكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار بلابد أن يكون وجود عربية إسعاف في كل فرع من فروق النادي لالي ثلاثة جزيرة مدينة نصر الشيخ زايد بعد حالة الوفاء اللي حدثت لبعض لأحد الأعضاء عقب يعني الافطار كان بلعب مباراة كرة وتوفاوا الله والبعض اشتاقوا ان عانوا على ما ينقلوا آآ وبالتالي أمر بوجود صيارة إسعاف في كل فرع وده اللي المفروض يكون موجود وده اللي المفروض يكون متواجد في كل فرع في كل نادي وحدة إسعاف وصيارة إسعاف ووحدة إسعاف متخصص يعني مثل هذه الأمور مهم أن نتلافى يعني لو في أخطاء ونؤكد على الإيجابيات حتى تستمر فيما بعد طيب رحيل أجايب ورحيل لسارتي الحدوتة والرواية والقصة رايحة بين الفين نبدأ بلسارتي لأن ده الشغل الشاغل بتاع حضراتكم وانعارف بتتكلموا فيه لسارتي في بعض الصحف تحدثت عن انتقاله لفريق فئة الدوري التشيلي بالتحديد يونيفرس داد التشيلي أحد الصحف تكلمت عن الموضوع وقالت أن فيه مفاوضات رسمية وأنه أحد المرشحين بقوة 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 وبالتالي عنده المزيد والمزيد أن هو يقدمه ولكن لسه هذا الأمر لم يحسن طيب عشان أحط حضراتكم في الصورة مفاوضات هذه الأندية من أمريكا الجنوبية أو من تشيلي مع لسارتي ما هي إلا ترشيحات ترشيحات وهذه الترشيحات بتأتي كون لسارتي يعمل مديراً فنياً للنادي لهلي طبيعي لما تكون مدير فني بتحمل وبتلعب ومعاك اسم النادي لهلي أنت على طول العين بتبع عليك بدليل أي مدير فني لما بيسيب الأهلي على طول بتليه موجود في بيئة أندية أفريقيا أو الوطن العربي أو بيحقق النجاحات في حتة تانية لأن أنت موجود في النادي الأهلي والنادي الأهلي ده بيعمل لك اسم خلينا نكون منطقيين بيعمل لك اسم عشان الموضوع يكون بسيط فبس علشان بس إيه الناس تبقى واضحة وعارف إحنا بنتكلم في إيه ولكن هي مجرد ترشيحات فقط ترشيحات فقط لا غير هتكلم برضو مع حضراتكم بهذا التفصيل في هذا الشأن لأن البعض تكلم فيه وشغل الشغل الشاغل لناس كتير لكن خلينا أقول أنها مجرد ترشيحات وبالتحديد الآل كده صحيفة رومينا مارتينيز ودي صحفية بقناة دايريكت تيفي التيشيلية الآلت أن الأسارتي دي من قيمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لفريق يونيفرسدادل تشيلي بالموسم المقبل خلفا لألفريدو أرياس المدرب الحالي للأخير وقالت كده أنه من ضمن المرشحين وكتبت كده على تويتر طبيعي أنت مدير فني للنادي الآلي تكون لستد واسمك مسموع ومسمع ومطلوب فان ديها تاني طيب موقف لاسارتي من النادي الآلي الآلي بيتابع وبيشوف وهيقيم آخر الموسم يعني كابتن محمود الخطيب القائم بأعمال المشرف العام على الكرة والمفوض من قبل مجلس ضارة النادي الآلي علشان يبهو المسؤول عن ملف الكرة هيقيم لسارتي بعد نهاية الموسم هيشوف لألي خد بطولة الدوري وده بقول لكم طوء النجاة للاسارتي عشان يكمل مع النادي الآلي لو ما خدش الدوري لسارتي باي باي من النادي الآلي ولو خد الدوري قد يكون برضو باي باي من النادي الآلي لكن انا بنل لحضراتكم الصورة كاملة فلو لسارتي ما خدش الدوري مع النادي الآلي خلاص مية في المية رحيل لسارتي عن النادي الآلي طيب لو خد الدوري كابتن محمود الخطيب هيعمل جلسة كده في نهاية الموسم يقيم انت كنت معي على في دوري وداخل بطولة افريقية وداخل كاس وداخل وداخل طيب عملت ايه بقى كشف الحساب بلا انا بقول لحضراتكم عليه طيب ايه الانجازات ايه البرونز والكنز ايه السلبيات واليجابيات ايه المشاكل اللي عملتها طيب بيقعد مع مدير الكورة كابتن سيد عبدالحفيز رأيك ايه مع جهاز المعاون ويبدأ يحط الصورة والتصور الكامل لكن حتى هذه اللحظة لسارتي مديرا فنان للنادي الآلي ويمكمل مع النادي الآلي لكن النادي الآلي هيقعد بعد نهاية الموسم يقيم لسارتي يكمل ولا ما يكملش واذا لم يكمل لسارتي عمله مع النادي الآلي هيكون فيه تفاوض مع مدير فني اجنبي جديد بدأ من الموسم القادم لكن علشان الناس ما تقولش احنا بنعمل بلبلة او بنحاول ان نثير الفتنة لا احنا بننقل خبر قالته صحفية شيلية وذكرته بعض وكالات الانباء العالمية بان لسارتي مرشح لتدريب فريد شيل وده طبيعي كونه مدير فني لنادي كبير زي النادي الآلي لكن فيه تفاوض لا مجرد ترشيح هذا الترشيح مجرد اسم بس وضع فيه قائمة والآلة يحسب موقفهم اللسارتي طبيعي مع نهاية الموسم سواء هيكمل او ماشي هيكمل طيب ده موضوع لسارتي ورحيل لسارتي وازمة لسارتي طيب اجايب اجايب بالمناسبة نزل المران وشارك بصورة كاملة واصبح جاهزا للمشاركة في لقاء النادي الآلي مع الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم في العشرة مساء وبالمناسبة خلاص المباراة تحدد لها ملعب برج العرب بالاسكندرية زي ما انا قلتلكم كان فيه مقارنة ما بين برج العرب او استاد المكس بحرس الحدود لكن الموفاة الامنية جات على برج العرب بالاسكندرية ما بين الاهلي والاسماعيلي مباراة صعبة مباراة نارية مباراة قوية لان مباراة الاهلي والاسماعيلي دايما بيها طبع خاص والاسماعيلي لو طول السيزون ضايع او وحش مباراته مع الاهلي بتفرق معه كتير وربما تكون حالة لعودة الاسماعيلي من جديد هو الاسماعيلي بيفكر في كده ومسؤولي الاسماعيلي بيفكره في كده احد اللاعبين اللي يعني واحد المقربين من فريق الدرويش اللاعبة بتكلم مع نفسها كده احنا لو عملنا مباراة حلوة قدام الاهلي هي دي اللي هترجعنا ودي اللي تخلي جمهور الاسماعيلي يلتف تاني ورانا هو ده التفكير في نادي الاسماعيلي ونادي الدرويش وهذا حق لهم هو دي المنافس المشروع ودايما مباراة الاهلي والاسماعيلي بتحمل الكثير من الندية والإصارة طيب اجايي شارك في الموران بصورة كاملة وهي بجاهز للمشاركة مع النادي الاهلي في مباراته امام الاسماعيلي اجايي فنيا جاهز هو غاب في مباراة انجبي عشان الشد الخفيف اللي جاله في عضلة ضمة لكن نزل الموران مشاركة بصورة كاملة طيب البعض تحدث عن رحيل اجايي طيب عشان اتكلم بس مع حضراتكم في هذا الملف وملف رحيل اجايي رحيل اجايي هيكون في حالة وحيدة وهو تعاقد الاهلي مع لاعب اجنبي الاهلي عنده اربعة اجانب زي ما حضراتكم عارفين جونيور اجايي وجيرالدو ووليد ازارو وعلي معلول الاهلي بيفكر ان علي معلول لا استغناء عنه وملوش بديل فعلي معلول المفروض انه يفضل طيب جيرالدو انت لسه جايبه وشايفه انه بيقدر يفيد الاهلي في النواحي الهجومية وبديل مناسب لسه موجود ازارو موجود وفردو انت عندك نقص في المركز ده وبالتالي ازارو موجود جونيور اجايي موجود ولو انه بيلعب تحت راسين الحربة لكن قد يكون هو لسه مع عودته من الاصابة مرجعش اجايي اللي احنا عارفين طيب هل اجايي هيرحل عن النادي الاهلي هذا كلام مغلوط تماما الاهلي حاطت اربع اجانب والاربع اجانب دول موجودين في قيمته في حالة التعاقد مع لعب اجنبي في الموسم القادم هيتم المفضلة ما بين الاربعة طيب لو جاب مهاجم يبقى ربما وليد ازارو ما يكملش لو جاب لعب تحت راسين الحربة يبقى ربما افكر في جيرالدو او في جونيور اجايي ما يكملش هو دي عملية المفضلة عملية المفضلة اللي هتتمم عن نهاية الموسم لكن البعض ربط ان اجايي مش موجود واجايي المطش اللي فات بتاع سموحكا برا وانبي مصاب برا واجايي بينزل بديل قال لك رحيل اجايي كلام مش مصبوط تماما وديما دي الاخبار بتبقى موجودة العبي اللي بتارجله في الملعب يقولك هيجدد امتى ده مش عارف ايه ده بيطالب زيادة زي ما حصل مع فتح فتحي بتدى يشارك وبتدى يلعب وبقى موجود في المباراة قال لك فتحي يرفض تجديد تعاقده وفتحي عايز يغليه مش عارف ايه خلم ونفيناه وسيد الحفيز نفيه طيب دلوقتي جيرالدو او اجايي بداية العبارة يبقى خلاص يبقى قولك رحيل اجاييه او اجاييه يناقش عروض الاحتراف في بعض الاقلام الضعيفة للأسف بتشتغل بالمنظر ده لكن احنا هنا الحمد لله بدنا لحضراتكم التصور الحقيقي الصادق من داخل مقر نادي الاهلي بالجزيرة والحمد لله لنا مصادرنا وبالتالي ازارو مكمل اجاييه مكمل جيرالدو مكمل علي معلول مكمل لكن مع نهاية الموسم ربما ربما وخطو تحت ربما دي مليون خط الاهلي هيفاضل هل سيتم التعاقد مع مهاجم اجنبي او لاعب اجنبي تحت راسين الحربة او حتى ديفندر ممكن وده وارد جدا ساعتها هيشوف مين من الاربعة دول ليه الاولوية ان هو يستغنى عنه ده بعد نهاية الموسم بعد ما سيزون يخلص كده ويشوف لا انا مش محتاجة استغنى عن راس حربة يبخلي ازارو تحت راسين الحربة انا عندي بدال كتير يبخلاص يبخلاص يبخلص ممكن استغنى عن جرالدو او جونيور اجاية طب مع نهاية الموسم مين اللي مكنش مستوفت او مفدنيش كتير مثلا اجاية او مثلا جرالدو يبادى الارب للرحيل هو ده التفكير لان المعنان الشخصية او اللاعب الجديد اللي هنتعقد معاه او الاله اللي هيتعقد معاه لابد ان يكون مستوى افضل من الرباع دول او على الاقل افضل من اللاعب الاجنبي اللي هيشارك بداله في المركز ده ده ملف رحيل اجاية نفس القصة وليد ازارو علشان الناس برضو اتكلمت ازارو هيرحل وكده موقف ازارو ازارو هيستنى لان نهاية الموسم ويشوف لو في عروض لو في عروض جياله بعرض مادي عالي قد يفكر في الرحيل وده حق يعني مطروك ليه وهيبدأ يتنافس ويشوف ارحل ولا مرحلش انت لقالي كامل عندك ازمة في رمضان صبح يتكلم فيها مع حضراتكم ولكن الاول بس عشان ننهي الملف ده اذا ملف رباعي الاجنبي اجاية او وليد ازارو او علي معلول او جيرالدو مكملين نهاية الموسم عندما يتعقد لالي معلقه بيتم المفاضلة مين اللي يقدر يرحل لكن الكلام ان اجاية طلب الرحيل هذا كلام مغلوط كذلك في حالة ازارو طيب مش مشكلة بقى رمضان صبحي ايه ودي المشكلة المهمة او الازمة الحقيقية ان اعارة رمضان صبحي تنتهي يوم 1 يوليو عشان بس الكلام يكون موضوع 1 يوليو اعارة رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد الانجليزي للنادي الالي تنتهي يوم 1 يوليو المقبل وفي حالة اجيل لقاء الزمالك الله سلالة عنده مباراة الاسماعيلي وبعد كان قولون العرب ربما يتم تاجيل لقاء الزمالك الى ما بعد كاسة الامم الافريقية وربما لا في حالة اجيلة لبعد مباراة كاسة الامم الافريقية قد لا يشارك رمضان صبحي لانه مش هيكون على قوة النادي الآلي خلاصة بعارته انتهت اول تاني اول تاني اعارة رمضان صبحي ومثلما اعلن نادر شوقي ووكيل اعماله تنتهي مع النادي الآلي هو مغار من هيدرس فيلد الانجليزي للآلي تنتهي واحد يوليو واحد يوليو وبالتالي لو ماتش الزمالكة ببعد كاس الامم الافريقية وبالتالي ببعد واحد يوليو لا يحق للنادي الآلي انه يشارك او يشرك رمضان صبحي خلاص هيرجع يبقى ملك هيدرس فيل تاني والاهلي لم يتحدث مع هيدرس فيل لتجديد الاعارة او حتى شراء اللعب طب ايه اللي يحصل الاهلي مستني قبل واحد يوليو ده باسبوعين ثلاثة وهيبدأ يبقى فيه جلساتنا على رمضان صبحي من اجل اقناع اللعب الاستمرار نادر شوق كيل اعماله قال ان برضو قبل نهاية اليوم ده باسبوعين ثلاثة هبدأ اشوف ايه العروض المتاحة ليه هيدرس فيل عايزه يرجع فيه عروض انجليزية متاحة فيه عروض عربية متاحة فيه عرض الاهلي ويتم المفاضلة لاختيار العرض الافضل للناعب اللاعب عايز يكمل في الاهلي وبرضو الاهلي عايزه يكمل لكن ربما يكون العائق المادي هالمشكلة ولو فيه عرض احتراف مميز ومغري للعب ربما يعود ليه لكن الاقرب هو استمرار اللاعب فيه النادي الاهلي طب هيحصل ايه هيتم بقى اتفاق ما بين الاهلي وهيدرس فيلد الانجليزي عن طريق نادر شاوي ان اللاعب نستسمحكوا كده جماعة يكمل معنا كم اسبوع ولا كم شهر عشان يلعب المباراة دي ده اللي لسه هنشوفه لان الدور المصري بنشوف فيه العجب بنشوف فيه العجب وبالتالي خلاص التفاريه الانجليزي بيتعامل بالورقة والقلم وفيه عهد مكتوب واحد يوليو اللاعبها بتاعي انت عايز تكمل بعد كده لا نقعد ونشوف على الورقة والقلم والمفاوضات وتربست المفاوضات ووكيل اعماله نادر شاوي ونشوف الامورة تمشي ازاي عشان بس ننهي هذا الملف في بعقد اعارة رمضان صبح مع الاهلي بتنتهي يوم واحد يوليو وبالتالي في حال تأجيل لقاء الاهلي مع الزمالة لما بعد كاس الأمم الأفريقية لن يشارك اللاعب في المباراة الا اذا جدد الاهلي عارته او حدثت مفاوضات في هذا الشهر طيب انا قلت لحضراتك وخلاص مباراة الاهلي مع الاسماعيل بيت في برج العرب خلاص في الاسكندرية الاهلي عنده مران حد واثنين بحضور الجمهور الثلاثاء يكون فيه مران مغلق بدون حضور الجماهير ثم اعلان قائمة الفريق والسفر لمعسكر مغلق للمبيت علشان يوم الاربع المباراة في العشرة مساء لسارت يتكلم مع اللعيبة على همية هذا اللقاء واكد لهم ان فريق درويش هيكون فريق صعب ولهم ان مباراة الاهلي والاسماعيل بتبقى صعبة واكد على همية التركيز واحراز هدف مبكر وتم مشاهدة بعض مباريات لفريق الدرويش عزرا ان انا بقى بقول لها يعني شان الناس برضو بتقول لي انت بتتكلم في كواليس واسرار دي حاجات معلنة مفيش اي مشكلة وبالتالي مستل لسارت شايف بعض الشرائط او بعض المباريات لفريق الدرويش عشان يقف على نقاط القوة والضعف سامي ومصانه النهاردة قال مدرب المساعد للنادي الاهلي ان المباراة الاسماعيلي مباراة في غاية الصعوبة لان فريق الاسماعيلي قوي وفريق الاسماعيلي عنده ادارة فنية مميزة ودايما لقات الاهلي مع الاسماعيلي ان انا قلت عليها بتبقى مباريات صعبة طيب طالما اتكلمت على الاهلي والاسماعيلي هنتكلم عن كريم بامبو وازمة وحدوتة كريم بامبو كريم بامبو لعب الاهلي السابق راح لعب في الاسماعيلي عقده ينتبه نهاية هذا الموسم الاهلي شاف ان اللاعب ده ممكن يفيد النادي الاهلي في وقت من الاوقات وهناك اتفاق مبدئي على ان اللاعب ييجي النادي الاهلي المدة خمس سنوات خلاص لكن ما فيش عقد مفاعل حتى الان عشان بس نكون منطقيين وبالتالي كريم بامبو يماطل في تجديد عقده مع الاسماعيلي علشان يعرف موقفه من النادي الاهلي دي ازمة كريم بامبو يبقى كريم بامبو بيماطل مع الاسماعيلي في تجديد تعاقده لان هو شايف ان ممكن يرجع النادي الاهلي تاني والاهلي شايف ان ممكن يحتاجه تاني بس الاهلي لسه ما شافش او ما حطش الرطوش ان هي على قيمة الموسم الجديد فعلشان كده مأجل الموضوع ده ساعتها هيتم حسب شكرا يا كريم يا بامبو تعال يلا لعب في الاهلي تاني هتم توقيع وتفعيل العقد خمس سنين ويبال لعب في الاهلي لا إما شكرا برضو يا كريم يا بامبو هيكمل في الاسماعيلي وجد التعاقد يبقى ده كريم بامبو وحدوت التجديد تعاقده مع الاسماعيلي أو انتقاله للنادي لالي لكنه في وقت من الوات مرشح بقوة للعودة لبيته النادي لالي والمناسبة محمود الجزار مدافع الاهلي اللي كان معار للجونة خلص اعارته ورجع وقال الاهلي وبالتالي اصبح لعب في النادي لالي لكن من فاش طبعا يشارك مع الاهلي لانه اعارته مع الجونة منذ يناير الماضي طب جهزيت عمر جمال عمر جمال جاهز للمشاركة في المباراة لكن هيبقى فيه صعوبة ان الاسارتي يدفع به في الوقت ده ليه? لانه عنده وليد اظهاره جاهز عنده مروان محسن جاهز عنده صلاح محسن كمان بيرجعه جاهز وبالتالي صعب ان حد بعيد قوي عن فرمة المباريات ادخله في مطشط مهمة وصعبة زي الاسماعيلي والمولين والزمالك وفي وقت ده هو اكيد مفتقد حساسية المباريات نفس القصة احمد الشيخ اللي بيواصل برنامجه التأهيلي ولسه ما تحددش موقفه ولكن زي ما انا قلت هيكون فيه معسكر للنادي له لوقت توقف كاس الامم الافريقية لحسم ملف المعارين والحسم ملف الراحلين والحسم ملف الصفقات الجديدة بالمناسبة جريدة الوطن يعني ادت للنادي الاهلي بعد سرش وحاجة يحسبه ليه لو تفتكروا الاهلي خد فترة من الفترات اكثر الفرق على مستوى العالم تتويجا بالبطولات كمان هم قالوا ان الاهلي اكثر فريق فاز ببطولة الدوري على مدار تسع مواسم متتالية وبالتالي هو اكثر فريق في العالم فوزا بالبطولة المحلية على مدار متتالي وعلى مدار متتالي ده لقب جديد يضاف لانجازات النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي الناس بتوعلي احصائيات في جريدة الوطن وجهد مشكول قالوا زي ما الاهلي فاز بلقب الاكثر تتويجا على العالم ودي كانت حاجة اوفيشيل ويمكن كنت انا اتكلمت وبعدت مرسلات مع الفيفا واتكلمت في هذا الشأن وكان فيه حتى جدل على بعض البطولات واكدوا لنا ان الاهلي فعلا هو اكثر اللي ديها تتويجا بالبطولات على مستوى العالم ده في بعض الاوقات مش دلوقتي لكن دلوقتي فيه فرق وريال مدريد عد لكن الوطن برضو بتقول ان الاهلي اكثر فريف العالم فوزا بالبطولات المحلية على مدار تسع مواسم متتالية طيب النهاردة برضو كان فيه او منذ ساعات يعني كان فيه لفتة جميلة حسين الشحات وجرالدو معالي معلول ووليد ازارو زاروا يعني زيارة جميلة لمستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين وزاروا الطفل يوسف ويمكن الطفل يوسف يعني احد المصابين ربنا يشفي يا رب كل المرضى كان بيتمنى مقابلة اللعيبة دي عن طريق احد الوسطاء تم ابلاغ اللعيبة وبموافقة جميلة من الكابتن سيد عبدالحفيز مدير القرى في النادي الاهلي وبموافقة اللعيبة استغلوا فترة الراحة اللي حصلوا عليها يعني بالامس وضاروا الطفل الطفل الجميل يوسف في مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين ويعني كتلاطات جميلة وهدو تشيرت النادي الاهلي وعالم النادي الاهلي بصراحة كانت زيارة مؤثرة وحضراتكم عارفين ان الاهلي عمل شراكة مع مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين وكانت حاجة يعني جميلة جدا عندي برضو بعض الاخبار من النادي الاهلي وبعتونا بنرى كل الرسائل وبعتونا على اليوتيوب وبعتونا على الفيسبوك بنرى كل الاخبار ويعني بتمنى دايما ان احنا نكون موفقين في تنطيطنا دايما لكل الاخبار وبتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن الظن لحضراتكم برضو عن المران النادي الهلعاب اتكلم فيه في التفصيل ان كان فيه فترة او تدريبات تأهيلية تحت اشراف لخندر ومدرب الاحمال ايضا كان فيه تدريبات استشفائية زي ما قلتلكو احمد الشيخ بيستكمل برنامجه التاهيلي في الجيم اخدو بالك لها اب كان عنده الام في الظهرة بعدته مدة طويلة عشان انعارف الناس طالما بيشاركش قالك رحيل احمد الشيخ للمقصة وعودته لكن خلينا نتفق احمد الشيخ مش مبسوط لانه مش بيشارك وهو ده يعني العيب اللي بيحب يلعب وطالما مش بيلعب فاكيد حزين محدش ينكر ده ايمن اشرف كمان ادى المرانو شارك بعد ما تخلص من القناع اللي كان لابسه الواقي الحاجز الانفي خلاص شال القناع الطبي اللي استعان به في مباراة انبي الاخيرة وشارك فيه كمان الاخيرة بسبب يصابته في الحاجز الانفي في مباراة سموحة لقبلها لقبل المباراة الانبي ولكن اللاعب خلاص تخلص من الحاجز الانفي ده او من الواقي اللي كان بيلبسه ده عفوا وبالتالي اصبح ان يشارك في مباراة الاسماعيل من غيره وبردو كالعادة مستر لاسارتي مش هيغير في التشكيل في الاسماعيل عشان نقوم منطقيين عنده الشناوي خلاص عنده ايمن اشرف ويسر ابراهيم تمام عنده محمد احمد فاتحي احمد فاتحي عنده كمان آآ علي معلول في الوسط خلاص عمر السولية وحمدي فاتحي امامهم خلاص صالح جمعة وليد سلمان بينزل بديل الاتنين اللي قدامهم حسين الشحات بدأ يرجع بقوة وخاد ما نفزمتش المباراة الاخيرة موجود كمان رمضان صبحي قلب الاسد اللعيب الفني البدني العالي وامامهم وليد ازارو كمان مراوان محسن بينزل وبيهدف ومراوان محسن جاب جون عالمي في مباراة انبي الاخيرة خلينا يعني آآ نشيد آآ باداء مراوان محسن واصبحت عودته للمنتخب مؤكد خلينا نتكلم بمنطقية وهاخدكوا لملف المنتخب ده لان انا عندي اخبار آآ عن المنتخب وهتكلم في هذا الشأن طيب آآ آآ مين المرشحين وبعتولنا كده قولنا اراءكم ورأيكم ايه من المرشحين في نادي لاه لانه يلعب في قائمة المنتخب الاول لكاس الامم الافريقية بالمناسبة معلومتنا ان القائمة يتم اعلانها خلال الاسبوع القادم يعني بعد حوالي اربعة وخمس ست ايام هي باعلان عن قائمة المنتخب اللي هتلعب في كاس الامم انا شايف المرشحين واخدوها واكتبوها مني والله اعلن ده يحصل ولا لكن اللي مرشح الشناوي في حرصة المرمى العيب مميز ولعب كاس عالم وبيشارك وما فيش مشكلة فيه اي من اشرف مرشح بقوة محمد هاني مرشح بقوة احمد فتحي انا شايف عنصر خبرة لعب كيمين وقده بشكل كويس بيشارك بشكل مميز بتلعبه في اكتر من مركز جوكر ديفندر فاحمد فتحي انا شايف انه مرشح بقوة كذلك عمر السلية مرشح بقوة بيقدي شكل كويس حمدي فتحي انا شايف مميز جدا ومهم الاحتياج ليه في الفترة القادمة ايضا مروان محسن انا شايف انهم يتم الاستعانة بيه كذلك صلاح محسن ده التفكير ايضا ربما يتم التفكير في اخصام عشور لكن انا شايف بعده عن المشاركة وصاباته الاخيرة اه ربما يكون خارج يعني القيمة كذلك صالح جمعة ولو ان عودته من جديد لكن ربما يكون فيه اكتر من لاعب او اكتر من مركز فيه وبالتالي دي الاسماء المرشحة بقوة سواء الشناوي ايمن اشرف احمد فتحي محمد هاني السلية صالح احمدي فتحي اه ايضا كمان صالح محسن مروان محسن وليد سليمان محدش ينكر وليد سليمان انا خايف اكون ست اسماء انا بقول لحضرتكم كده على الهوى من وقع المباراة الاخيرة ووليد سليمان لا خلاف عليه واعتقد انه بينزل المباراة الاخيرة بيأكد خبرة وليد سليمان الناس اللي برضو وبانتقد بصراحة البعض اللي بيتكلم خبرة ايه خلاص المفروض الناس دي تعتزل لا واحد زي احمد فتحي لا غنى عنه واحد زي وليد سليمان لا غنى عنه الناس دي خبرة بتعرف تضغط امتى تعرف تعالي رتم المباراة امتى تعرف تعمل الاوفر امتى والباس امتى وتهدي اللعبة امتى وبالتالي مهم ده ان انت تحتاجه في قيمة المنتخب في كاس الامم الافريقية هننتظر دي كل دي ترشحات وتوقعات لكن مفيش قيمة رسمية حتى الان ويا رب ما يكون بس ايه نسيت حد انا بتكلم كده معاك وعن على الهواء وبالتالي يعني مش مجهز اسئلة اسماء فانا برتجل كده مع الهواء واعتقد ان دول مرشحين من واقع المشاركة في المباريات الاخيرة طيب هنتكلم كمان بالمناسبة فليه باير ميونيخ فاز بدوري الالماني ويمكن بعد الجمهير الاهلوية بتشجع باير ميونيخ الالماني فهو فاز بالدوري الالماني عندي كمان خبر مهم قوي ان منشستر سيتي يعني منذ ساعات فاز بكاس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه بستة اهداف على فريق واتفورد ستة صفر وده يعتبر اول فريق انجليزي على مستوى العالم ياخد الاربع بطولات المحلية في موسم واحد خد الدوري الانجليزي خلاص بعد تغلبه على ليفربول فريق نقطة لو تفتكروا خد الكاس الاتحادي الانجليزي خد كاس الربطة وخد الدرع الخيرية فاول فريق انجليزي يفوز بالاربع بطولات الانجليزية في موسم واحد دوري كاس الاتحاد كاس ربطة ودرع الخيرية وبالتالي جوار ديولا من حق انه يفرح حتى لما سألوه دوري يا ابطالة ربا اخبارهم ايه قال لهم يا جماعة انا متوج باربع بطولات سيبودي دوري ابطال اوروبا اللي خلاص هيبقى ما بين ليفربول وتوتونهام الانجليزي كل توفيق لمحمد صلاح اللي في اجازة اليومين دول. وبالتالي منشستر سيتي السيتزنز اول فريق يفوز بالاربع بطولات الانجليزية في موسم واحد. بالمناسبة في اثناء تتويج فريق منشستر سيتي بكاس الاتحاد الانجليزية حدث شي غريب قوي. حد من الجمهور اندفع وعد يقول ايه مانشستر سيتي خد اربع بطولات للصحفين بيواجه خلامه للصحفين. ادوا المانشستر سيتي حقهم طبعا ده بالانجليز يعني. ومحمد صلاح محمد صلاح كل شوية تقول لنا صلاح صلاح محمد صلاح. وبكرة هتجيبوا الناس محمد صلاح وتقول لنا محمد صلاح عمل ومحمد صلاح. ادوا المانشستر سيتي حق في توجيهه لومه للصحفيين ان انتم الدين لمحمد صلاح سوكسي كبير قوي. وان محمد صلاح مستحوز على اهتمام الجميع عوي ومتناسين انجازات مانشستر سيتي. ده مشجع بينتمي لمانشستر سيتي. له كل الحق تتفق تختلف معاه مشجع لكن احنا عايزين محمد صلاح ياخد اهتمام اكتر واكتر واكتر كمصريين. هو فيه زي محمد صلاح. هو فيه زي ابو مكة. وبالتالي اه يعني اعتقد اه اه محمد صلاح نال استحواز الجميع. ومحمد صلاح انجازاته بتتكلم عنه. ومحمد صلاح للموسم التاني على التوالي هدف دور الانجليزي. اه ويمكن الناس اللي اتكلمت اعتلك ده صلاح طفرة وموسم واحد. لا موجود الموسم التاني هو. هدف زي ما خدها ده في دور الانجليزي الموسم اللي فات. زي ما وصل لنهاية دور يا ابطال اوروبا الموسم اللي فات. او الحمد لله السنة دي. خدها ده في دور الانجليزي. اي نعم متسويا مع مانيه ومع بيتر ابنيانج مهاجم الارسن لكن خد هدف الدور الانجليزي والحذائي الزهبي للموسم التاني على التوالي. كمان فقد الدور الانجليزي بسبب نقطة وحيدة. ووصل لنهاية دورة ابطال اوروبا. وبالتالي اول لعب مصري يوصل لنهاية دورة ابطال اوروبا موسمين متتاليين. اول لعب مصر ياخد هدف دورة الانجليزي موسمين متتاليين. ويا ربي با اول لعب مصر يفوز بدورة ابطال اوروبا على حساب توتنهام الانجليزي اللي لا يقام في اسبانيا مع بداية الشهر القادم يعني اتمنى يا ربنا على مدار التلاتين ديالتول لقضينا مع بعض وقت كويس بالتقريب يعني بعتونا كل رسائلكم باراها وبشكر حضراتكم منتهى الشكر على هذه الكلمات الرقيقة اللي بتبعتوها لنا ويعني كلكم على رأسي من فوق حتى لو في انتقادات بتقبلها بصد الرحب يبعتونا عايزين نتكلم فيه يبعتونا اقتراحاتكم يبعتونا يعني مساهماتكم اراءكم افكاركم لو في انتقادات تبعتوه لنا بشكر حضراتكم عليها وبتمنى يا رب دايما ان انتوا يكونوا مبسوطين وبنطل عليكم خفاف كده وبندي فقرة رياضية بسيطة بنحاول بمنتهى امانا لم نقولوا الاخبار في النادي الاهلي والاخبار العربية والاتحاد الكورة والدوري الانجليزي وكل الدوريات الافريقية يعني اتمنى ونتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن الظن رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين وكلكم يا رب دايما تكونوا مستمتعين معنا بشكر حضراتكم ولكم مني جزيل الشكر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة